بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم في الأسئلة الخاصة بدارس الرسك مانجمينت السؤال الأول بيقول جميع ما يلي هي عوامل في التقييم بتاع مخاطر المشروع فيما عدا هل الرسك إفنس أحداث الرسك نفسها الرسك بروبابيليتي احتماليته الأمانت أتستيك يقصد بها القيمة بتاعت الرهان اللي أنا براهن عليها اللي هي ممكن أخسرها أو أكسابها يعني الإنشورانس بريميام أقصاد التأمين طيب لو حاولنا نستبعد الرسك إفنس نفسه مهم عشان أقيم الخطر والبروبابيليتي احتماليته برضو مهمة والأمانت تعتبر زي الإمباكت اللي أنا ممكن أخسره فمهمة برضو أما الإنشورانس بريميام ده لو أنا عملت رسبونس اسمه ترانسفير وبالتالي استغلت موضوع الإنشورانس ساعتها بقى بدفع بريميام فدي بعد كده مش قبل كده دي في الرسبونس مش في الأسسمنت بتاع الرسك نفسه فبالتالي إجابة الصحيحة هي دي إنشورانس بريميام السؤال الثاني بيقول إيفا بروجيكت هيا 60% فيه 60% احتمالية لبروفيت 100 ألف دولار و40% احتمالية لـ 100 ألف دولار لوس يبقى الأولى بين بروفيت والتانية لوس الـ expected monetary value تبقى كام؟ طبعا قلنا الـ EMV expected monetary value إننا هضرب الـ probability في الـ impact هضرب الـ 0.6 60% يعني الـ 0.6 فيه 100 ألف تطلع 60 ألف بس ده بوزيتف لأنه بروفيت الـ 40% 0.4 في 100 ألف تبقى 40 ألف بس نيجاتي في الإندلوس أجمعهم على بعض يطلع كامل يطلع المبلغ عبارة عن 60 ألف ناقص 40 ألف يعني 20 ألف بروفيت لأنهما بوزيتف وبالتالي الاختيار الصحيح هو C السؤال الثالث Assuming that the ends of a range of estimates بفرض أن النهايات بتاعة نطاق للـ estimations أو للـ estimates كان plus أو minus 3 sigma من المتوسط Which of the following range estimates involves the least risk؟ أي من الرنجات التالية للـ estimation تتضمن الـ least risk معنى كلمة إن هي فيها least risk إن هي تكون أديق نطاق أضيق نطاق يعني النطاق اللي ما يبقاش فيه range عالي أو مفوش standard deviation كبيرة النتائج مش متفرقة لأن النتائج كل ما هتبقى متشتتة وبعيدة عن المين ده معناه إن احتمالية البعد عن المين بقت كبيرة احتمالية إن النتيجة تطلع صح بقت يعني احتمالية ضعيفة إن النتيجة تطلع صح واحتمالية البعد عن المتوسط كبيرة قوي لأن فيه تشتت عالي في النتائج فبالتالي النتائج مش دقيقة فبالتالي الـ risk بقى يعني صعب تقديره طيب نشوف الاختيارات الاختيار الأول بيقول 30 days plus أو minus 5 يعني كأن الرنج من 25 ل 35 عشر تيام طيب الاختيار الثاني 22 ل 30 يعني الرنج حوالي 8 تيام الاختيار الثالث optimistic 26 و most likely 30 و pessimistic 33 محتاجة تتحسب المين of 28 days معناها المتوسط 28 يوم ودي يعني مش معبرة قوي لأنه مش جايب لي الاحتمالات خالص طيب يعني ما الرنج كام يعني مش قادر أعرفه فبالتالي المعلومات فيها نقصة وأنا مش هقدر إن أنا أقيمها طيب كلينا نحسب الاختيار الثالث بيقول لي optimistic 26 و 30 most likely و 33 pessimistic كنا بناخد optimistic وال pessimistic ونجمعهم على بعض وندرب most likely في 4 ونجمع المكونات كلها ونقسم على 6 فقول 26 زائد 30 في 4 زائد 33 طبعا ناخد بالي من 30 في 4 بتتضرب الأول وبعد كده بتتجمع هنا عشان scientific هيعمل كده طيب تطلع 179 على 6 يبقى بالتالي الأفريج بتاعي 29.83 طيب الرنج عبارة عن إيه الرنج عبارة عن المين ده زائد أو ناقص الstandard deviation طيب هو أقيل لي هنا إن الرنج عبارة عن 3 sigma 3 sigma أقيل لي في رأس السؤال range of estimates are plus or minus 3 sigma طيب السجما الواحدة بكام كنا أخذنا طريقة سريعة للحساب قال لنا P-O pessimistic 33 ناقص الoptimistic 26 على 6 P-O على 6 تطلع 1.16 طيب لو حاولت إن أنا أعرف الليمتز بتاعة الرنج هقول مثلا 29.8 مرة زائد ومرة ناقص خلينا الأول ناقص 1.16 بقى 28.6 طيب 29.8 ثاني زائد 1.16 30.31 يعني من حوالي مثلا 28.5 لغاية 31 فرق range حوالي 2.5 فبالتالي ده أدية range عندي فبيعبر عن least risk أقل احتماليات للمخاطر أقل مخاطر لأن كل النتائج متجمعة وقريبة من بعض فاحتمالية إن الموضوع يتحقق فعلا عالية سؤال الرابع بيقول Which of the following risk events is most likely to interfere with Attaining Project Schedule Objective أي من المخاطر التالية هي المost likely الأكثر يعني إن هي تتعارض تتعارض مع تحقيق أهداف المشروع الخاصة بالجدول الزمني الأهداف الزمني الاقتيار الأول The delays in obtaining required approvals التأخر في الحصول على الابروفال الموافقات المطلوبة ولا substantial increase in the cost of purchased material اللي ارتفاع في أسعار المواد ولا contract disputes that generate claims for increased payments المطالبات أو النزاعات اللي بتحصل في العقد مثلا اللي بتولد مطالبات ممكن إن هي يعني تبقى مطالبة ليه التكاليف الزي ده ولا slippage of the planned post implementation review meeting انزلاق أو تأخر ال planned meeting اللي اجتماع اللي كان مخطط له الخاص بال post implementation review مراجعة ما بعد ال implementation طيب لو حبينا إن إحنا نستبعد بي و سي الاتنين متعلقين بال cost لكن A و D هما اللي ممكن يكونوا متعلقين بال time بس هو بيسأل على most likely فالmost likely هي الاولى delays in obtaining required approvals لان لو مخدش approval مش اقدر اكمل على الاكتيفتي اللي بعده او بقيت ال deliverable اللي انا بنفزه سؤال الخامس بيقول او إذا ريسك لديه 20% chance في احد المخاطر احتمالية ان يحصل 20% و المشروع متوقع ان يستمر او يدوم فترة مدتها خمسة اشهر كم احتمالية ان الخطر ده يعني هيحصل في الشهر الرابع للمشروع هل less than 1% ولا 20% ولا 60% ولا 80% طيب هو السؤال يعني ايه تريكي شوية ان هو بيحاول يلخبطنا ان العشرين في المية دي في شهر من الشهور طيب يعني في الشهر الرابع هل بقى هقسم مثلا ولا هضرب ولا عامل ايه يعني هي الاجابة بكل بساطة ان هو الاحتمالية الخطر حدوثه 20% فبالتالي سواء كانت في الرابع او غير الرابع هو 20% طيب السؤال السادس إذا اجابة الريسك ان الخطر لديه 90% chance of occurring and the consequences will be 10,000 دولار ماذا يمتلك من النيلسة 9000 دولار التسعة تلاف دولار دي تمثل ايه؟ هل ريسك فاليو ولا بريزنت فاليو ولا أكسبكتد منتري فاليو ولا كونتجنسي بوجت؟ طبعا لا شك لسه إلينا من شوية إن لو كنا ضربنا 90% في العشر تلاف تطلع تسع تلاف يبدأ اسمها Expected Monetary Value. السؤال السابع بيقول Most of the risks will be identified during which risk management process. جميع المخاطر أو معظمها سيتم تعرفها في أنهي مرحلة أو في أنهي عملية من عمليات risk management. هل في Perform Quantitative Risk Analysis and Identify Risks ولا Identify Risks and Control Risks ولا Perform Qualitative Risks and Control Risks ولا Identify and Perform Qualitative Risks طيب لو حابنا نستبعد الاختيار الثالث Perform Qualitative Risk Analysis و Control Risks لا شك هو يعتبر الاختيار البعيد عن الموضوع لأنه مفوش الـ Identify. طيب الـ Identify موجودة في الثلاثة البقيين في الـ A و B و D بس موجود معها في الـ A و في الـ D الـ Analysis واحد Quantitative واحد Qualitative وموجود في الـ B الـ Control لا شك إن أنا بعرف الـ Risks في مرحلة الـ Identify أما Quantitative والـ Qualitative ما بعملش فيهم تعريف أثناء الـ Control قد يظهر عندي ريسك جديد فبالتالي المراحل اللي ممكن يتعرف فيها معظم الـ Risks هي الـ Identify والـ Control فبالتالي الإجابة الصحيحة والاختيار الثاني بيه السؤال الثاني السؤال الثاني What should be done with Risks on the Watch List المخاطر اللي في الـ Watch List أعمل فيها ايه الاختيار الأول Document them for historical use on other projects يعني بأوثقهم بس عشان أبقى استخدمهم في المشاريع اللي جاية ولا Document them and revisit during project monitoring and controlling وأرجع لهم مرة تانية أثناء الـ Control ولا Document them and set them aside because they are already covered in your contingency plans يعني أننا أوثقهم وأحطهم على رجانب يعني أزحهم جانبا لأنهم مضغطيين بالـ Contingency plans ولا الاختيار الرابع Document them and give them to the customer أوثقهم وديهم للـ Customer طيب لو حبنا نستبعد الأولى والأخيرة ما لهمش معنى يعني الأولى أننا أوثقهم عشان بس المشاريع الجاية والأخيرة أننا أوثقهم وديهم للـ Customer يعني كلام غير منطقي ومش هو ده الهدف الاختيار الثالث اللي هو Document them and set them aside because they are already covered لا هم مش كبرت في الـ Contingency plan لا الحاجات اللي في الـ Watch List ده بتبقى minor risks وبحطها في الـ Watch List عشان أرائبها فبالتالي الإجابة صحيحة هي Document them and revisit during project monitoring and controlling السؤال التاسع بيقول كل المتابعات يجب أن تكون مدخلات لتعاملات المخاطر وإنما جميع ما يلي دائما بيكون مدخلات للـ Risk Management Process العمليات لدارة المخاطر فيما عدا هل historical information ولا lessons learned ولا work breakdown structure ولا project status reports يعني والسؤال يعتبر مباشر بس لو خدناه بالـ Logic بلاش بالحفظ لو خدنا بالـ Logic كده إن الـ Historical Information والـ Lessons learned الـ 2 زي بعض والـ 2 أنا محتاجهم دائما عشان أتنبأ أو أتعرف على إيه هي المخاطر أعمل Identify the risks الـ WBS كنا قلنا زمان إنه هو يعتبر Input لكل العمليات كل كل اللي بتيجي بعد كده الـ Project status reports هي أضعفهم يعني الـ Project status reports مبارا عن تقرير بتاع الحالة اللي هو يعني بيانات حصلت بالفعل أو action حصل بالفعل فبالتالي مش هحتاجه غير في موضوع الـ Control لكن وأنا بعمل مثلا تعريف للريسك تحليل للريسك كمي تحليل نوعي وضع الخطة الـ Response Plan كل الكلام ده مش هحتاج فيه الـ Project status reports طيب السؤال اللي عايشة بيقول Risk tolerances are determined in order to help كنا قلنا عن Risk tolerances اللي هي التفاوت اللي ممكن الـ Sponsor بيقبل بيه في المخاطر يعني ممكن يقبل مخاطر برنج قد إيه لإحتمالية قد إيه لإمباكت قد إيه هل 30 70 90 وهكذا فده Risk tolerances are determined in order to help حتى تساعد Team rank the project risks حتى يقدر يرتب أو يعمل رنك لمخاطر المشروع The project manager estimate the project The team schedule the project Management Know how other managers will act on the project لو حبنا أن نستبعد سنجد بي و سي متعلقين بال الـ estimation والـ schedule هنا أنا أتكلم عن Risk tolerances طيب والأخيرة المانجمنت إن هي تعرف إزاي How other managers will act on the project إزاي هيتصرفوا يعني مش هي الموضوع ده لكن هو فعلا عشان أبقى عارف أقدر أعمل رنك للـ project risks فبالتالي الاختيار الأول هو الاختيار الصحيح السؤال الحداشر بيقول All of the following are common results of risk management جميع ما يلي هي نتائج شائعة أو نتائج عادية من عمليات risk management إدارة المخاطر في معادة هل contract terms and conditions are created بيتم إنشاء شروط وبنود العقد ولا the project management plan is changed بيتم تغيير خطة إدارة المشروع ولا the communications management plan is changed بيتم تغيير خطة إدارة الاتصالات ولا the project charter is changed الأولى شروط العقد أنا فعلا ممكن أغيرها بعد مدرسة الرسك إن أنا لقيت فيه خطر معين فعايز أرمي على subcontractor أو أحط مثلا البنود دي المخاطر اللي عندي التخوفات أحطها فيه شروط العقد بحيث إن أنا أضمن إن أنا عملت لها transfer على المقاول مثلا الاختيار الثاني project management plan is changed لا شك إن هي ممكن تتغير بناء على تحديثات response اللي أنا بعملها communication management plan نفس الشيء ممكن إن هي تتغير لأن هي معتمدة على التواصل مع الناس لو لقيت خطر من إن أنا تواصلي مع فلان ده أقل لا إن أنا أبدأ أزود التواصل وخليه inform دايما عشان الخطر ده ما يحصلش لكن ال project charter لشكل project charter بيتكون في البداية خالص مرحلة الانيشيشن قبل البلانينج كمان ومش هيتغير بعد كده طالما ال sponsor ماشي على المشروع وعمل له انيشيشن طيب السؤال رقم 12 purchasing insurance is best considered as an example of risk هل ده mitigation ولا transfer ولا acceptance ولا avoidance قلناه والسؤال مباشر لشك إنه هو transfer لأننا برمي الخطر كده على حد تاني اللي هي شركة التأمين نفسها السؤال رقم 13 You are finding it difficult to evaluate the exact cost impact of risks شايف إن الموضوع صعب إن فيه صعوبة يعني إن انت تعمل تقييم للcost impact الحقيقي التأثير المالي الحقيقي للمخاطر You should evaluate on quantitative basis ولا numerical basis ولا qualitative basis ولا econometric basis هل بناء على أسس تعتبر quantitative كمية ولا عددية ولا نوعية ولا اقتصادية طالما مش قادر تعمل يعني exact cost impact يبقى أنت مش قادر تعمل quantitative اللي هو العددي وأخوه أو مش أخوه يعني يعتبر توصيف أو تفسير له اللي هو numerical numerical basis اللي هي تعتبر quantitative اللي اتنين واحد فهو بيقولك أنت مش قادر تجيب ال cost impact الحقيقي فبالتالي انت مش قادر تعمل quantitative يبقى ما عندكش غير qualitative النوعي فبالتالي الإجابة الصحيحة هي الإجابة الثالثة C qualitative basis السؤال رقم 14 اتنين وأتنين إلى المعرّض المخرغات من المحاجworker إلا أنا بταعمل تخطيت للاستجابة هل ر serie ر���oral رو المحاجوجة الرجال و tecnFL الاعتيار الثاني و إتيار الإلاحتيار الثالث ر darf المحاججة مثل الاختيار الرابع لا شك هو جايب لي حاجات كتير في كل اختيار حاجات منها تنفع وحاجات ما تنفعش طيب لو حاولنا نستبعد ناخد الأخيرة مثلا موجود فيها sensitivity analysis sensitivity analysis أنا بعمله للتحليل الكمي فبالتالي ما لوجه علاقة بالplan risk response السؤال اللي قبله برضو فيه موضوع process update process update تحديث للعملية ده مش موجود من ضمن مخرجات اننا بعمل response أنا متوقع طلع response طيب الاختيار الثاني موجود في risk list قيمة بالمخاطر قيمة بالمخاطر دي هتطلع من identify فبالتالي الاختيار الاول يعتبر هو اللي ايه حاجات كلها فعلا تطلع من plan risk response اللي هي residual risk المخاطر المتبقية لو انا عملت accept fullback plans والcontingency reserves سؤال رقم 15 workarounds are determined during which risk management process بيتم العمل workaround بيتم تحددها في اي مرحلة من مراحل ادارة المخاطر الاختيار الاول identify risks الاختيار التاني perform quantitative risk analysis التالت plan risk response الرابع control risks الworkarounds كنا قلنا في مرحلة التخطيط لو فيه مثلا خطة يعني كنا عملناها وجينا في مرحلة الكنترول لقينا ان الخطة دي ما اشتغلتش او ما كانش فعالة او ان احنا risk معين ما كناش حطنا له خطة ساعتها بولد فكرة بديلة اللحظة او response وليد اللحظة اللي هو بولده بس في وقتها بسميه workarounds فبالتالي ده بيكون في مرحلة الكنترول والاجابة الصحيحة هي الاخيرة الخاصين بالplan risk response فبالتالي الاجابة الصحيحة هي السؤال الرقم 17 مدير مشروع خلص المشروع بقيمة كذا. المفروض يعمل إيه بعد ذلك. يحدد مستوى الرسك العام للمشروع أو الرسك الكلي. بداعي المخططات الموجودة في المخططات. اضغط المشروع الخاصة على الوزق العام. الإختيار الرابع على الوزق العام للمشروع الخاصة والمشروع الخاصة. هذا هو سؤال من الأسئلة الغير منطقية. يعني احيانا بيبقى في بعض الاسئلة كده غير منطقية شوية لريتا يعني فما نقلقش يعني لو احنا حاليناها غلط يعني الاختيار الاول Determines the overall risk rating ده بيبقى في عملية الاناليسز في عملية quantitative analysis begin to analyze the risks that show up in the project drawings ان انا ابدأ احل الريسكيات برضو ده في الاناليسز سواء ال quantitative او qualitative الاختيار الرابع hold the project risk reassessment اعمل reassessment ده في مرحلة control فبالتالي غالبا الاختيار الصحيح هو الاختيار c add work package وان كانت غريبة يعني يعني مالهاش علاقة بالموضوع ليه هزود work package وبتاعت ايه بس هي فعلا الاجابة الصحيحة هي c add work packages to the project wps السؤال الرقم 18 project manager analyzed the quality of risk data and asked various stakeholders to determine the probability and impact of a number of risks واحد مدير مشروع عمل تحليل لجودة البيانات الريسك اللي موجودة عنده وسأل يعني stakeholders متعددين انهم ما يحددوا probability and impact لعدد من الريسكيات دي he is about to move to the next process هو بيستعد ان ينتقل للمرحلة الجاية او العملية الجاية of risk management based on this information what has the project manager forgotten to do المفروض ان هو بناء على المعلومات اللي قتلنا دي هو المفروض يكون نسي يعمل ايه الاختيار الاول evaluate trends in risk analysis يحدد الترنت او الاتجاهات في الاستنتجاة من نتائج تحليل الرسك identify triggers يعرف ايه هي triggers بتاعت الريسك ده provide a standardized risk rating matrix يجيب standardized risk rating matrix المتريكس اللي كنا شرحناها اللي موجود فيها low, high, medium مثلا في probability وبرضو في ال impact وارقام للريتنج create a fallback plan طيب لو حلنا ان احنا نستبعد الاخيرة fallback plan دي ما لقاش علاقة بالموضوع لان دي خاصة ب response plan response هو هنا في مرحلة ان هو اتأكد بس او shake على quality بتاعت ال data وبدأ يطلب من بعض الاستيك هولدرز ان هما يعملوا يعني يحددوا probability وال impact العدد من الريسكات طالما الاستيك هولدرز هما اللي هيحددوا فبالتالي يعني هيحددوا تحديد نوعي هيقول medium high لكن هما مش معهم الطول اللي هي البرنامج الكمبيوتر مثلا اللي هيحددوا من خلاله فبالتالي هما بيحددوا تحديد نوعي فبالتالي احنا شغالين في qualitative risk analysis فكان المتوقع ان هو ينتقل quantitative risk analysis او plan risk response بس قبل ما ينتقل ايه اللي هو نسيء في فبالتالي اللي احنا بندور عليها تعتبر طبع ليه qualitative risk analysis فبالتالي الاجابة الاخيرة دي لل response دي لل plan response والاولى trend برضو خاصة بال quantitative ان انا بعد ما اعملت تحليل quantitative اقدر ان انا ارسم كيرفات واقدر اشوف الترند رايح لفين identify triggers برضو خاصة بال plan response اما الاختيار التالت provide standardized risk rating matrix هي الخاصة بال qualitative اللي من خلالها ببدأ ان انا يعني احول probability وال impact من ان هما medium و high و low لدي او لدي احولهم ل rating point 16 point 73 زي ما كنا شرحنا عشان ابدأ ان انا اعمل لهم prioritize وكذا طيب نكتفي بالقدر ده من الاسئلة ومعدنا ان شاء الله يوم السبت القادم مع الدرس الجديد